اشتركوا في القناة على ما يواجه تحديات اقتصادية طبعا جلالت الملك المعظم ذكر في العديد من خطابات السامية بضرورة توسيع الاستكشافات والاستثمارات في قطاع النفط والغاز لتحقيق امن الطاقة على المستوى المحلي والدولي خلال السنوات الماضية حرص جلالتها على هاي الموضوع قبل ان يتم التطرق اليه في مؤتمر جدة بالمملكة العربية السعودية مملكة البحرين استثمرت بشكل كبير في توسيع طاقاتها الانتاجية واحد الامثلة على ذلك هو مصفات بابكو واللي اكتمل نسبة الانجاز فيه بنسبة 80% وراح اكتمل ان شاء الله جاهزيته بشكل كامل في العام المقبل هذا المشروع راح يرفع الطاقة التكريرية الى 350 الف برميل يوميا من الطاقة الانتاجية السابقة واللي كانت 275 الف برميل نعم نعم الأستاذ علي فقيه المحلل الاقتصادي في مركز البحرين لدراسات الاستراتيجية والطاقة دراسات شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر